مدربين أخوان منويل في نادي السد و يونس علي في نادي العربي ليس على عبد الله أنا أعرف أن يونس مواطن لكن عندها القدرة و عندها العناصر و منويل يعني مدرب السد ما زال أنا أرى ما زال؟ ما زال يعني أكيد أكيد خاصة ما نقول يمكن مسك الفريق كان 17 اللاعب عندنا برع حتى كنا فيه انتقادات بشكل كبير عليه ولكن المدرب يحتاج وقت اليوم يونس كان عنده استغرار للموسم الثاني اليوم حتى بداية شاهدنا يعني يمكن في القسم الأول الفريقين منهزم منهم بسد حيل و السد ولكن اليوم قاعد يقدم استويات اليوم حتى يمكن كنا نانو بمحمد مبارات الريان كنا أفضلية من نفسية التي كان يمر فيها العربي بعد هذه مبارتين ولكن اليوم الجهاز الإداري الجهاز فني عرفه واليوم قدم مبارات العربي في المبارات الأخيرة في الدولة من أفضل مبارات يمكن أن ترى من خمس سنين أو ست سنين من كل النواحي تنظيم الفريق اللعب الكورة الجماعية من كل النواحي يعني ما تقدر تشوف على العربي كانت ولكن بكرة مبارات كؤوس تفرق 50-50 أنا أراها من وجهة نظري أوكي ممكن نحن على الورق الرشح السد السد متعود على هاي ولكن في النزول ملعب في المبارات الكووس دوم تكون 50-50 سيم ما أحد يتكون مدربين 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 تحت المحك يعني يونس مفترض أن الآخر سنتين يعني اكتسب خبرات كبيرة لا تنثى العربي لعب نهائي كأس الأمير وخسر بصعوبة بهدف دفلكشن يعني في تغيير التجاو وقدموا مستوى كبير في المبارات فبالتالي أيضا يستفيد من هذه الخبرات في ببارات اليوم يعني أنا أتكلم نعم مو يونس أنا أتكلم الفريق في التنظيم يونس تواجده مع الفريق ونجاحه بأنه كان في المركز الرابع الموسم الماضي وحاليا وصيف هذا نجاح يحسب ليونس ويحسب أيضا للفريق إداريا ولاعبين اليوم يمر في أفضل حالاته اليوم يمر في أفضل فورم قبل المبارات يعني فوزة على الريام بثلاثية وبعداء جميل فيه معطيات فنية خالد يعني أنا اليوم فريق اللي أفوز في مبارات كبيرة لنفس مبارات الريام لا بد أني أحافظ على توليفة الفريق ما يصير فيه تغيير اللي تكسبه ولعبه وثبت تشكيلتك هذا ما عندك سبب اضطرار أنك تغير لا استمر بنفس التشكيلة بنفس الأسلوب لأن أنت نجحت في مبارات كبيرة أمام فريق كبير الريام نعم بعيد عن مستوى الفترة الأخيرة ولكن اكتمل صفوفه وبدأ يتعافى في الفترة الأخيرة فريق الريام السد رغم تذبذب المستوى السد عادة في المبارات اللي كان يفوز فيها ويحسمها في نتائج كبيرة يواجه صعوبات اليوم في أن يحسم المبارات ففي التالي أنا أعتقد فرصة كبيرة نرجع لمباراتهم في الدوري يعني في تفاصيل زغيرة انتصر السد فيها بارات مثل هذه تحتاج خالد بارات خروج مقلوب تعتبر نجي بني نجي بني نجي بني لكن مايد يونس تعرض لها الزات نوعا ما وتعرض لانتقادات حتى في فترة الأخيرة لكن في ناس الوقت يونس رد في الملعب وحقق نشيجة روايد مهمة ومعنوية كبيرة قدام الريام قبل خضاء البطولة خالد يونس عليه ضغط كبير حقا أول حاجة كمدرب مواطن ونعرف أننا ثغتنا للمدربين المواطنين ضعيفة جدا أو مهزوزة من ناحيةهم وأول مرة يدرب مواطن يمسك فريق مثل العربي والعربي دائما يتطلع إلى نتاج كبيرة وعودته إلى المنصات فضغط على يونس حقيقة سواء خاصة أنه يدرب العربي والعربي مطالب أنه يحقق نتائج جيدة والعربي الآن قادر على أن يحقق نتائج جيدة مع يونس فنحن ندعم يونس ونشد على يده ونقول الله يوفقك وإنشار الله قدامك الطريق وهذه بداية مسيرتك الاحترافية إذا جاز التعبير وإذا حقق نتائج جيدة في كأس غطر أو في الدولة وهو قادر عليه إن شاء الله